مرحبا إلى أوكسبريج أهلا وسهلا أصدقائي تحياتي وأشواقي اليوم أنا موجود في بلدة أوكسبريج شمال غرب لندن منطقة حيوية كثير وفيها جامعة برونيل وفيها توشوفينك سنترز وجميلة كثير للي حابب يتعرف عليها أو يسكن فيها وفيها بعض المحلات العربية والتركية وما شبه ذلك تعالوا أخذك الجولة في هذه المدينة الرائعة مرحبا موجود موجود عدد كبير من المحلات والمطاعم في الشرع الرئيسي في بلدة أوكسبريج ريد آيرون من أفضل البرغر اللي ممكن تاكلوا في منطقة أوكسبريج وضواحية أكتبت أوكسبريج موسيقى موسيقى قهوة المفضلة بعد كوستا هي نيرو موسيقى 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 أقضى الكنيسة في أكسبرج المنطقة في أكسبرج كثير رائع من طبقين في سينما هو في كل منطقة بريطانيا متوفر وكالات تأجير أو بيع وشراء البيوت طبعا الموقع الرئيسي أنك تشتري بيت أو تستأجر اسم زوبلا أو رايت موف طبعا الأسعار يعني في منطقة هاي بتبدأ مثلا من 500 ألف وطل على ثريبي دروم هاوس الشرع الرئيسي لأكسبرج بيبدأ من هذا الدوار موجود عدد كبير من المحلات والمطاعم المختلفة موسيقى بعض الناس اللي بيزوروا منطقة أوكسبرج خاصة شارع رئيسي بيغلطوا وبدخلوا من هذا الشارع طبعا هنا ممنوع انك تدخل في كاميرا بيقول لك هذا المدخل بس للباس هناك طبعا المدخل للسينما موسيقى هذا اصدقائي المبنى الخاص بمنطقة هيلينغدن أوكسبرج تابع لهيلينغدن بالاضافة لهذه البلدات المكتوبة على الشاشة موسيقى المحلák الباحث من أكسبرج كان سابقا اسم انتو وموجود المحل رئيسي قديم اسم doitبimbap يوجد تنوع عرقي وثقافي في المنطقة أكسبرج وضواحيها الفافريلين هو شبنج سنتر القديم في أكسبرج مرحبا حبيبي كيف الحال؟ أنا من الجزائر ساكن في أكسبرج شكرا حبيبي هذه جامعة برونيو هذا أصدقائي هو المدخل لباتيل بريتين بانكر خندق معركة بريطانيا طبعا تحت الأرض حوالي 20-30 متر وكان له وضع في الحرب العالمية الثانية في جوا طائرات عسكرية بريطانية موسيقى بيرغب يسكنها العرب لأنه بعيدة عن زحمة لندن وقليبة من مطار هيتثرو منطقة أكسبرج ورايزليب ومثلها رئيس الوزراء الحالي بوريس جنسون في البرلمان البريطاني لذلك بلدة أكسبرج ورايزليب هتحس انها كثير يعني انضيفة وفيها اعتناء بجوز لأنه هي جديدة نوعا ما حبيت في هذه العجالة السريعة أعطيكم نبذة عن هاي البلدة الجميلة هنكمل معاكو حتى نتقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة سوف نتقيكم في مكان جديد